السلام عليكم ومرحبه بكم في قناتي عالم فاديا كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير ان شاء الله اللغو جودوي كما كتشوفوا غادي نوجد لكم كسكسو لأول مرة غادي نديروا في القناة ديالي كسكسو بالتفاية ماشي بسبع خضاري هادا هادا بالتفاية يعني بالبصلة والزبيب والحمص كيجي مع السلو كيجي بنين بنين بزيف وساحتو غادي تشوفوا يعني البصلة كيفاش كتجي مع السلو وكتجي بنينة ان شاء الله يعجبكم هات الفيديو ويلا يعجبكم ما تنسونيش بلايك باختاجي ادوو زابوني باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ما تنسوش يعني تضغطو على الجرس يفو اكتيفي لكلوش بوغو سوفاغ منو فيل غو سيت الوغ بالنسبة لهات الطريقة باش كان وجدو هاد كسكسو كانحتاجو دجاج ونحتاجو العطرية هي الملحة الخرقوم الكركوما البزار وسكينجبير اللي هو الجنجمب وشوية دير السمن والكولوران يعني زعفران اللي بغايديرو ما يديروش مشي ضروري زعفران وغادي نديرو شوية دير زعفران شعرا لسافرون صافي بالنسبة للعطرية هي هادي غادي نحتاجو القرعة الحمراء وغادي نحتاج لكاغوت بالنسبة للكسكسو بالتفاية كاللي ما كيديرش فيه الخيزو يعني لكاغوت والقرعة الحمراء انا غادي نديروهم وكاللي كيديروهم وقبطات عالقصبور معدنوس يعني عم بوكي دو برسي الكورياندر وغا نحتاج واحد بالنسبة للدجاجة واحدة غا نحتاج تقريبا شي جوجو وغادي نحتاجو الزيت العود والزيت الرومية يعني الويل فيجيتال والويل دوليف الميلانج اللوب اللي سميتو الكانيل و بلوس الباطنين دو كانيل يعني غا نحتاجو القرفة عواد و بلوس القرفة و الزبيب اللي هو الغزان سيك غادي نحتاجو الزبيب غا تطرى تكون مرقدينو هاكا في الماء و البواشيش يعني الحمص حتى هو مرقد للا كاملة في الماء و البصلة هنا غادي نحتاجو كتيرا يعني واحد كيلونا سيجوج لقديتو تديرو كتر ديرو كتر يعني ذا غا ببخي اون بو دير دو كيلو دنيون هاكام قطعة بالطول و ضروري من السكر يعني السكر باش غادي كنعسلو سكر سانيدا هادك في الاخر و السميد المهمة غادي ندير كيلو وانتو ما تقدرو تديرو قل اللي انا ندرت بزاف يعني درت السميدة الموين كما تقدرو تديرو السميد اللي كتبغي و المهم كسكسورة قاع الناس كيعرفوه الو في واحد الصلاة دي ولا كنحط العطرية اللي وريتكم و كنزد علا داك الزعفران شعرا و كنخلطو اللي زي بيس كاملين بالما كيما مولفة كنوريكم دائما في الفيديو ديالي يعني الدجاج كيبغي يكون مغسول مزيان يعني بالحامض والملحة و من بعد مني كتخلوه كيقطر حتى كيقطر مزيان و خصوة تشارموله مزيان باش يجي بنين و ما تجيش فيه بالنت سفورة ولا يعني كتشارملوه مزيان مزيان كيما شتو ما بيل الفخاد اللي كويس يعني مجي تصدر و سافيو و كتحطوه دي غاكتمو في حت تنجرة يعني البرمة مع الكسكس راح تغادي نديرو كسكسو اليوم غادي نديرو في البرمة و كنزيد عليه هاديك لاصوس اللي ما غينادي يعني تشارموله فاش تشارمل بوغل انستانج غاجوت بالويل ما كانزيتش الزيت انا في اللوول كنخلي هاديك الدجاجة كتشرب مزيان هاديك العطرية اللي شارملتها فيها ما تديروش الزيت في اللوول دايما كانقول لكم في الفيديو ديالي مجي تصدر و سافيو غادي نزيدو دباء البصلة كماشته البصلة و من بعد هاديك الصلاة ديالي كان شارملت فيها الدجاجة ديالي كانزيد عليها شوية الماء و فيها كانزيد باش كنروي و كانخلي هاديك البصلة و الدجاجة ديالي كانت تقلها مزيان كماشتو دا بعد باش غادي نزيد الزيت. من بعد ما تقلات مزيان هذه البصله و الججاف في هذه القطریه في الاماغيناد. دا بغادي نزيد هذه الربطه ديل القصبور مع نوس. كتقوي والقصبور يعني كتر. صافي و ينزيد الماء الماء يكون سخون من الاحسن ضيد الماء مزيان و يكون حامي. كان رويه مزيان لان خصنا يعني خصنا البلول فاش غادي باش نسجي وطعم كان ديرو الحمص على فكرة الحمص كتقدو تقليوه في اللول مع البصلة والدجاج يعني في اللول مهم انا درت الحمص زدت الماء مزيان وكتخليو يعني يعني دجاجة ديالكم كطيب فديك اللاصوس مع الحمص كان ناخدو فوحة طنجرة كان ديرو لزنيون البصلة اللي شفتوها مقطعها ككب الطول والزبيب وكنزيدو العطرية يعني العطرية نفسها غير الملحة البزارس كينجبير وهنا اللي زيد يعني مهم الخرقوم اللي زيد هنا هو القرفة يعني كما غادي تشوفو الكانيل ما شرملتش بها انا دجاج درتها غير في البصلة وكنديرو واحد العود ديال القرفة قرفة يعني عوادغي واحد العود واحد وكنزيدو الزيت وكنحكو واحد شوي وكنزيدو الزعفران شعره سوف نخلط كل شهات العطرية ديالي هكا مزيان وغادي نديرها دباع للعافية من بعد ما غادي نشعلو عليها البوطة كتكون البوطة مهيلة بزيف راحكي اللي كي سدعليها في الكوكوت إلا كنتوا مزروبين ولا كتقدو تديروها في الكوكوت مكتوش مزروبين خليوا غيف تنجرة هكا بالنسبة للساني دا أو السكر من بعد ماشي دابا صافي كنخلوها على نار مهيلة كتقلة شوية في هديك العطرية ديالها مزيان غير واحد شوية يعني واحد خمسة دقايق ولا هكا من بعد غادي تشوفوا دجا هي غير البصلة كتطلق الماء يعني أنا ما نكترش فيها الماء بزاف وكي اللي ما كيديرش في هكا الماء ولكن أنا غادي ندير واحد جهد كاس مع مرش يعني غادي نطرف هكا شوية بش ما نخويش الماء الوسط هكا في الجنب جهد كاس مع مرش صافي وغادي نخلط شوية وغادي نستعليها وهي ديجا غادي تطلق الماء صافي في حال هكا ونخليوها كالطيب دابا غادي ندوزو الكسكسو الناس كي عارفو كيفاش يديرو الطعام ولكن كين بعد المرات الفيديو هات ديالي كي تحوف مبتديئات دي فا في ديبيوتانت ولا ابنات ما شاء الله بقين صغار وبغين يطيبو دونك فالا هات الاول حاجة كين ديرا هي الماء كما شفتو دابوغش كوموس بغلو كين كل واحده كيفاش كدير في التفوير اللوله أنا المهم كين ديرو مزيان راكين قاعلي كي غسلو كامل أنا المهم كارشو مزيان 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 بالماء في اللول كنخلي حتى كين شف وعاد باش كنزيد الزيت الزيت هنا ضروري غير باش ما يتكور شو ما يتعجنش لنا صافي كنحاول في حالي كنبسو يعني كندخل فيه الزيت مزيان مزيان عديا الطريقة ديالي أنا اللي كندير الحمد لله وراه كنعرف حتى كنفتل كنفتل كسكسو يعني باسمي دا فحال ناس زمان وباقي تبارك الله دابا اللي كيديرها ولكن هدا المهم ديال صافي يعني كتعمروا داك الكسكس ديالكم وكتحطوا هداك الكسكس يعني على البرماء صافي وكتخليوه يعني كيفور المدة قريبا ديالشي عشرين دقيقة تولو تساعة بو بخي 20 مينوز صافي تكيبا اللي كم يعني هاكا يعني طلع فيه الفارم زيان صافي كتحيدوه وغادي نرشوهم زيان عود تاني بالماء كنحلو هاكا بواحد المعالقة ديال العود وكن نرشو مزيان بزيان بالماء صافي ونحلوها هاكا ونخليوه حتى كي نشف دابا غادي ندوزو اللي كاغوت اللي كاغوت غادي نديرها في الماء وندير فيها شوية الملحة ونخليها كتسلق غين السلقة غير واحد شوية ونوريكم دابا البصلة يعني راشحان من حاجة كتكون كطيب أو مامطة يعني البصلة كما شتوا مع الزبيب طلقات الما ديالها شفتوا غير هداك الكاس ديال الماء مع مرش غير هو طلق المامزيان صافي كان خليوها وكان دوزو الكسكسو ديالنا ألوغ كسكسو من بعد ما شرب المامزيان وكان كان هزو دك الكسكسو صافي من بعد ما كيشرب وكان ديروه في الكسكس يعني في حل تفورة اللولة ووالا كما كتشوفو وهنا من بعد ما تسلق لي شوية يعني اللي كاغوت تسلقو شوية دك خيزو كنزيد عليهم القرعة الحمرة ألوغ سمحولي البنت بزاف أنا يا القرعة قطعتها هنا كبيرة بزاف وما عرفتش نسيت قاعمول فكان قطعتها شوية صغيرة وليوم ما عرفتش قطعتها كبيرة حيث طيابة تبارك الله ألوغ باش كتشوفو هنا يا درت واحد العود ديال القرفة كتنسيتو في اللول تقدروا تديروه كيعطيل بالنازوينة صافيو غادي ندير كسكسو كايفور وهنا أنا باقام قابلة يعني البصلة مع الزبيب يعني مرة مرة كنحل عليها وغير كنحركها إلا كانت عندكم طنجرة زوينة يعني ما كتل السقش ما محتاجينش تبقوا كل مرة تحلو إلا كانت تتخافوه مهم أنا عندي ما كتل السقش ولكن كمام كان حل من بعد ما بانت لي طابة البصلة مع الزبيب كان زيد عليوم السكر ألوغ لقانتي تديالو سكر ما نقدرش نقول لكم بالضبط واش كاس كاسونس ولا جوج المهم سا ديبونتو من الحلاوة ديالكم كيفاش بغيتوها تكون واش بغيتوها تكون حلوة ولا شوية المهم أنا كان بغيها حلوة حيث كتجيبنينا وزدتع دابا الكانيل يعني القرفة وكنحرك كتحركوها كشوية وكتخليوها يعني حتى كتعقد مزيان وكتجي معل كتجي يعني ما ما كيبقاش لما فيها صافي كندوس دابا عو تاني للقرعة الحمراء مع خيصو كيما شتونا درت فيهم المو سغي باش نشوفوا مش طابو كتزيدو عليهم شوية العطرية لزي بيس مهم بحل يدرنا في اللول بعود ديال القرفة الخرقوم الملح شوية البزار وكتديرو شوية ديال سكر صافي ساني دا وكتخليوها كتتعسل وكتقدو تاخدو لاصوس غير من البرمة ديالكم بلا ما تديرو قاع هاداك الماء يعني المهم يرا كتتعسل كنخليوها هكا يعني كتشرب هاداك القرفة ودك سكر وكل شي ومام طان شفتو البصلاتها يعني كتتعسل حتى هي دابا غادي ندوز نحيد الكسكسو ديالي من البرمة هادي التفويرا يعني التانية دابا لي فارس غادي نحيدو مهم انا را كنت قاع ما غادي ندير مقطع ديالكسكسو غادي نوري غادي تفايا ولكن قلت اوكا او اونسي جامي شي بنت شي بنات والله المهم يطيحوها كمبتديئات لديبيوتانت ويبغو يشوفو الطريقة ديال الطعم صافي كنرشو بالماء وكنخليه مهم انا كل مرة كنرجع نوريكم يعني فين وصلات يعني البصلة مع الزبيب كما شفتو كتبقى هاك كتتعسل انا حيت عليها دابا لغطا وخليتها بشكت هاداك الماء كينشف منها صافي مرة مرة كنبقاو هاكا كنحركو وندوز دابا الطعام ديالي من بعد مشرب هاداك الماء بزيان صافي كندير هنا الملحة حيث هادي يطفوير دابا غتكون لدار يعني اللخرى ما كندير ش الزيت لان الزيت كندير انا غير فاللولة صافي كنهز نرى بقي سخون صافي وغادي ندير يعني كسكسو ديالي بوغل يعني لساس خالا داغني غتفوير ديالو يعني مني كنحركوها خاص ملقوش فيها الما بزاف كنخليوها ما زل شوية كتزيت شحر شفتو كيفاش كتجير كتجي بنين بزاف وكي اللي في هات اللحظة الاخرة كيدير شوية تلمسكة حرة انا المهم مدرت هاش ما كانتش عندي ومدرت هاش في هات الوقي ترى هكي يكون جيش ديالي عندهم شمعها منتو ما حاولو تديرو شوية السمن مع الزبدة كتجي بنين في كسكسو من بعد ما فار لي يعني الكسكسو التفور اللخرة كنديرو كيمشتو الزبدة واللي كيبغي السمن وكيقدر عليهم الاحسن ديرو شوية السمن المهم انا درت اللي بغ درت غي الزبدة اللي كيمكد لكم ما كيستحملوش انا عندي الماداق مجهد دير السمن مع ان الماداق ديالو يلي بافوغ ولكن كومي مشرملت به الجيش صافي باركا فلا يعني كان مقابلة كيمشتو البصلة ديالي كل مرة وريتها لكم حي تخذكم تبقاو مقابلين حتى كتتعلق وكتتضغمر مزيان وكتشرب هدك الماء فلا راني نقصت شوية دير سميد ما حطيت يعني كل في طبسي خليت شوية لصيكوك النس اللي كيبغو صيكوك فحالي خليت شوية دير سميد ناشفة صافي كان كما نقول حنا لقنا يعني الداخل كتجي بنين هدك نسقي ها مزيان وعاد كنحط هدك الدجاجة ديالي ومن بعد صافي كان بدك نروي هن ديك الربطة ديال قصبر مع دنو صرا هشوية تفكت لي هدوك طريفة صغار ديال الربيع كما كتشوف المهم مشي مشكل المهم البنة جاب بنين 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 بزيف قالو واحد الغلطة درتها أنا أن القرعة قطعتها طرفة كبار أنا غيحة كان بغيوها بزيف القرعة الحمرة معسلة وولادي كيموت وعلي كلنا كنا المهم في الضار كان بغيوها كترت وقطعتها كبيرة المهم أنتم ما تقطعوها شوية صغر مني المهم مشي مشكل المهم هي البنة ويعني خاسكم تديرو على حقو طريقو تخلي ساختوا ديك البصلات تعلق بشوية عليها حتى كطيب مزيان متزربوش عليها المهم ديروها في الكوكوط ولكن دايما خاسة تكون على نار مهيلة يعني صغلو فغيمون دو متجهدوش عليها العفية صافي يعني كمشتو حطيت الدجاجة زدت عليها من في جنب الحمص وهذا حطيت هذو الكاغوت يعني خيسو والقرعة الحمرة وده بك نحط كمشتو في البصلة مع الزبيب صافي كتزيدوها هكا من الفوق ألوغ ديكوغاسيون ولا لحطة كل واحد كيدير ذك شي اللي كيبغي أنا رادرت هنا شوية ديال لوز مسلوق منقي ومقلي اللي ما بغاش ولا ما كانش عنده موجود ماشي ضروري يديرو هاد شي كيبقى غير تزين صافي أنا كن كن حاول ناخد هكا اللي كيبغي خاطره أنا المهم درت هكا شوية في جناب وزي تكملت هكا شوية باللوز مقلي كيجي حتى هو هكا بنين يعني كيت واتم زيان مع البصلة والزبيب وكيجي بنين صافي وهذه الحطة ديالي كن زيد شوية ديال لاصوس يعني راكم عارفين كسكسو كيبغي كون راوي مزيان وضروري كن حطو حنا يز لايف هكا غرفي حدان اللي بغي يزيد البلول يعني لاصوس كيزيد ها كنت مننا ان شاء الله هات الكسكسو يكون عجبكم والطريقة ديالي تكون عجباتكم وما تنسونيش بلايك باختاج وزابوني باش يوصلكم دايما الجديد وضروري من البن لما كانش البن انا ركسكسو مكيدوش لي بالصحة والراحة وإلى فيديو جديد ان شاء الله وكيما قلت لكم اللي بقى ما تقابوناش عندي فلاشين إلي عجبو هات الفيديو بينسوا عجباتوا القناة ديالي مرحبا بكم والف مرحبا بسلام عليكم وإلى فيديو جديد ان شاء الله بسلام